نموت ولا نتجند وفي ظل الحديث عن إنهاك الجنود الإسرائيليين الذين لا يسترحون من المعارك إلا مدة وجيزة وعن النقص في عديد القوات من جراء الإصابات والقتل في صفوف الجيش خلال المعارك في غزة حاولت مجموعة إخوة السلاح إقناع الحخام الحريدي المتطرف في مسألة التجنيد سيفي فريدمان بوجهة نظرها لقاء نادر عقيد الأسبوع الماضي في بني براك رجال إخوة السلاح التقوا زعيم التيار المقدسي للحديث عن أزمة التجنيد محاولة الحوار هذه أدت إلى كلام قاس جدا من قبل الحخام الذي يقود مجموعة المتظاهرين الحريدي الأشد تطرفا في مسألة التجنيد محاولة تقريب وجهات النظر قبلت برد قاس ومتطرف جدا من الحخام فريدمان لتوثق عدسات الكاميرا لحظات نادرة جدا في حوار بدى كأنه يدار بلغتين مختلفتين تماما لدي ثلاثون أو أربعون حفيدا وابن حفيد لو سألوني ماذا تفضل أن يقتلهم العرب أو أن يصبحوا علمانيين كنت سأفضل لاحتمال الثاني العلمانية عندنا أسوأ من الموت بما أن الجيش هو بوتقة صهر للثقافة الإسرائيلية العلمانية لن نذهب هذا أمر أسوأ من الموت نحن نفضل السجن على الجيش فليحصل ما يحصل لن نحيد عن ذلك ولا يهمنا أن نموت وفيما لفت محللون إلى أن كلام الحخام فريدمان هذا سبقه تهديد الحخام الشرقي الأكبر إسحاق يوسف بالهجرة من إسرائيل إذا أجبروا على التجنيد في الجيش أشاروا أيضا إلى أن الحخام فريدمان يعد متطرفا في العالم الحريدي أيضا يرسلوا طلابه لقطع الطرق لدفع المواجهة قدما الآن على قانون التجنيد الذي لم يولد بعد وأنه يصيغ بحدة كلام معظم القيادة الحريدية التي تفضل حاليا التزام الصمت